وقد أدل الوزيران بعد جلسة المباحثات ببيان إعلامي حيث أشهد سعادة الدكتور عبدالطيف براشد الزياني وزير الخارجية بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها فخمة رئيس جمهورية قبرص الصديقة لمملكة البحرين بناء على الدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشهد سعادة وزير الخارجية إلى أن مباحثات الجانبين أسفرت عن نتائج مثمرة وبناء عكست عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين الصديقين حيث تم خلالها بحث التعاون الثنائي وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها والسبل الكفيلة بالتعامل معها أجر جلالة الملك المفدة وفخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة محادثات مثمرة وبناء أكدت عمق العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين بلدين الصديقين واتم خلال المباحثات بحث سبل تطويره وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الهامة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما وأعرب جلالة الملك المفدة وفخامة الرئيس القبرصي عن رغبتهم المشتركة في المضي قضما في تعزيز هذا التعاون ودفعه نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الجانبين مع التأكيد على أهمية استمرار تبادل الأفود وزيارات كبار المسؤولين كما استعرضت المباحثات المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها وسبول التعامل معها وأكد الجانبان على ضرورة العمل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وحماية أمنها واستقرارها والاستمرار الثنائي في التنسيق لتوحيد المواقف في المحافر الدولية حول القضايا الرئيسية كما تم التأكيد مجددا على أهمية دعم السلام ومبادئ اتفاقات إبراهيم في توفير نقطة انطلاق لمزيد من التعاون الإقليمي نحو التعايش والسلام والازدهار وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في مزيد من الأمن والازدهار وشدد الجانبان على أهمية محادثات بينا بشأن الملف النووي الإيراني وتطرق الجانبان أيضا إلى الوضع في أفغانستان والاحتياجات الإنسانية لشعبها وضرورة ضمان أن لا تصبح أفغانستان مصدرا بعدم الاستقرار في المنطقة وملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وأكد الجانبان على إمكانية تطوير العلاقات البحرينية القبروسية في مجالات مثل التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وكذلك اتفاقية بشأن لعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية واستعرضت خلال مباحثات مع معالي وزير الخارجية القبروسي تطور العلاقات الثنائية وسبل تعزيز هذا التعاون تماشيا مع نتائج لقاء جلالة الملك المفدة وفخامة الرئيس القبروسي وأتطلع بشدة للعمل مع وزير الخارجية لدفع هذه العلاقات إلى الأمام وهناك إمكانات كبيرة لتعميق شراكتنا